تربية الملكات ومين اللي بيربي الملكات في الاول خالص قلتلك ان في حالات الشغلات هي اللي بتربي فيها الملكات يعني مش الانسان هو اللي بيربي الملكات يبقى دي تربية طبيعية للملكات في تلات حالات الشغلات بتربي الملكات اول حالة زي ما قدامك على الشاشة في حالة التطريط وفي حالة الاحلال وفي حالة وعند فقد الملكة ولازم ان حال إذا لقى أن النحل اللي عنده بيربي ملكات في الحالات دي بدون ما يتدخل هو في تربية الملكات لازم يستفيد من الملكات اللي هي مرباة طبيعيا دي طبعا الكلام ده قلناه الحلقة اللي فاتت طبعا وقلت لك كمان الحلقة اللي فاتت أن الغرض من تربية الملكات إيه؟ أول حاجة من الغرض من تربية الملكات أن أنت بتغير الملكات المسنة طبعا أنت عارف أن عمر الملكة بيكون خمس سنين أو خمس إلى ست سنين ولكن تشتغل معاك شغل فعلي وشغل كويس وشغل بكامل قوتها في خلال سنتين طيب يبقى الغرض من تربية الملكات أن أنت بتغير الملكات المسنة والغرض من تربية الملكات كمان أن أنت بتزود الطواقف اليتيمة اللي عندك طبعا طواقف يتيمة يبقى ديه مصلاحات لازم تعرفها معايا ولازم خلاص تاخد عليها لأن إحنا قلنا يتيمة لأن الملكة مش موجودة فيها لأن قلت لك قبل كده برضو أن الملكة بتعتبر هي أم النحلة أو هي المتحكمة في الشجل جوة الخلية فلو الملكة مش موجودة يبقى الطواقفة دي يتيمة طيب يبقى أنت ممكن تستفيد من تربية الملكات في أن أنت تغير الملكة التواقف أو تحط ملكة في التواقف اليتيمة اللي عندك طيب في سبب تاني من أسباب تربية الملكات اللي هو أن أنت عند فقد الملكة لازم برضو تغير الملكة بتحتك لأنها فقدت وأنا قلت لك لا تصلح خلية بدون نحل بدون ملكة لأن إذا صلحت وإذا صلحت الملكة صلحت الطواقفة اللي عندك وإذا ضعفت الملكة أو فقدت الملكة يبقى فقدة الطواقفة اللي عندك خالص ما ينفعش أن يكون عندك طواقفة نحل بدون ملكة طيب وغرض تاني من أغراض تربية الملكات أن أنت لما تيجي تبيع طروض أو لما تيجي تقسم وكل المصلاحات دي طبعا قلناها يبقى مش هنعيد عليها تاني في حاجة تاني اللي هي الطواقف اللي أنت ممكن تربي منها ملكات الطواقف اللي أنت ممكن تربي منها ملكات لازم تكون الملكة بتاعتها خصبة لازم الشغلات بتكون متمثلة في اللون وفي الحج لازم كمان الطواقفة اللي أنت هتربي منها ملكات لازم تكون الشغلات بتاعتها هادية طيب بتكون الشغلات نشيطة في جمع حبوب اللقاح والرحيق بتاع الأزهار طبعا فيه طرق كتيرة جدا لتربية الملكات على نطاق محدود اتكلمنا عنها الحلقة اللي فاتت وقلت لك أن هي طريقة تونسيد وطريقة بروك وطريقة قلي وعدل الطرق دي كلها اللي هي طريقة ميلر دي تعديل أو تحسين للطرق القديمة كلها طريقة ميلر كلمتك عنها وقلت لك أنه هو بيتم تقطيع فرخ شمع أساس لمسلسات وبيثبت في قمة الإطار الخشبي في بتسيب بتحطه في الطائفة الأم عشان خاطر طائفة أم يعني إيه؟ يعني طائفة فيها ملكة الملكة دي هتحط في البرواز أو في المسلسات الشمع دي بعد ما شغلات مطوها بتحط فيها البيت طيب حطت فيها البيت بعد كده بتنقل لخلية تاني عدد البيوت الملكية في طريقة ميلر بتكون حوالي من 15 ل20 بيت بيتم إدخال بعد كده البيوت الملكية دي للطواقف اللي محتاجة لها هادي ها قدامك عمل شمع أساس عمل المسلسات وعمله في إطار وحطه في ثبته على إطار وحطه في خلية لحد ما تم مط الشمع الأساس ده اللي هي المسلسات والملكة وضعت في البيت وبعد كده تحط في خلية تاني طيب الخلية التانية اللي بتحط فيها الشمع الأساس الممطوط اللي فيه بيت ده بتكون خلية يتيمة طب ليه خلية يتيمة خلية يتيمة عشان وبتكون قوية خلي بالك عشان خاطر ايه عشان خاطر الشغلات بتحس باليتم داخل الطائفة باليتم داخل الطائفة يعني الملكة بتاعتهم مش موجودة الملكة مش موجودة يبقى لازم يربوا ملكة طب يربوا ملكة يربوا ملكة منين يربوا ملكة من الياركات اللي طالعا اللي عمرها من اربعة وعشرين لستة وتلاتين ساعة يبقى انت بتحط لهم البيض لما فأس وطلعت ياركات صغيرة بتحطه لهم داخل الطائفة بتاعتهم يبقى في الحالة دي هم بيعملوا بيوت ملكات يبقى دي الطريقة اللي هي بتاعت ميلر طيب اتكلمنا بعد كده على طرق انتاج الملكات تجاريا انا بذكرك بس باللي احنا قلناها عشان كله مرتبط بضعض لان ده كل تربية الملكات كلها مع بعض عمل ايه عمل طريقة دوليتل دي عشان ينتج الملكات تجاريا ينتج الملكات تجاريا يبقى معنى كده ان هو هينتجها باعداد كبيرة مش اعداد محدودة طيب مميزات هذه الطريقة اللي هو التحكم في انتاج ملكات ذات صفات وراسية منتخبة بتنتج عدد كبير من بيوت الملكات يبقى مش خمستاشر لعشرين زي طريقة ميلر بتوفر الكثير من جهد النحو طيب الادوات المستخدمة في طريقة دوليتل قلتلك ان هي شمعة خام واقلام كؤوس شمعية ابر تطعيم سدابات خشبية اطارات خشبية انا بذكرك باللي قلناها ومية بصابون ماء بصابون وصواني عشان اصهر فيها الشم ومصدر للطاقة واقفاص نصف كرة المراحل بتاعة طريقة دوليتل برضو هقولها لك سريعا كده اللي هي اعداد الياركات بتاعة التطعيم عشان احصل على عدد من ياركات الشغلات صغيرة السن زو صفات جيدة بستخدم طائفة تربية بتكون قوية زي ما قلتلك وبعد كده طائفة حضنة بعمل الكقوس الشمعية بواسط اقلام عمل الكقوس وقلتلك ان عملوا بعد كده المصطرة بتاعة عمل الكقوس اللي هي من خمستاشر لستاشر قلم ممكن يعملوها بتوفر فيها الجهد بتاعك بتسبت بعد كده الكقوس الشمعية وبعد كده صقل الكقوس الشمعية ان انت بتحطها في خلية يتيمة خلية يتيمة اه لمدة ساعتين بيقوم النحل بيلمع الكقوس الشمعية من جوة يعني زي ايه بالزبط زي القواعد بتاعة بيوت الملكات بيلمعها من جوة اه عشان النحل بعد كده وبيحط عليها فرمون الفرمون ده بيخلي النحل يقبل الكقوس الشمعية دي لما تدخله وبعد كده بيتم التطعيم ان انت بتاخد الياركات اللي هي عمر من 24 ل 36 ساعة زي ما قلتلك اه بتحط بقصة ابل التطعيم طيب اما التطعيم ده بيبقى جاف او التطعيم بيبقى مبتل دي بيوت ملكية ناضجة بعد ما طلقت بعد اليوم العاشر انت لازم تعرف ان دورة حياة الملكة كم يوم دورة حياة الملكة عشان تطلع من اول ما كانت بيضة لحد ما بقى اه طلعت ملكة بتاخد 15 يوم يبقى انت بعد اليوم العاشر بتبدأ انت تتصرف في البيوت الملكية دي وتوزعها زي ما انت عاوز طيب بعد كده بتفصل البيوت الملكية هي قلتلك وبتوزعها اما على نواية التلقيح او التقفيس عليها او بتدخلها في كفص بنتن النهاردة بقى هكلمك على طريقة جنتر لتربية الملكات طبعا جنتر طريقة جنتر ده زي جهاز بيتكون من قواعد بتاعة بيوت ملكية كقوس ملكية اه بيتكون بيكون طريقة جنتر لتربية الملكات دي بتنتج بيها اعداد كبيرة جدا من الملكات يعني ممكن في المرة الوحدة ممكن تنتج لك من 95 لمية ملكة يبقى كده بتوفر الجهد عندك دي اخترع جهاز جنتر ده شركة هامان الالمانية اه وفر الجهد كبير جدا عن نحال وفر جهد برضو على النح خلى ان تربية الملكات نسبة النجاح اللي فيها 100% غير دولتلي احيانا ان بتفشل التطعيم وتعيد التطعيم مرة اخرى اللي قلتلك ان الحالين بيسموه ترقيع ولكن جنتر بيكون نسبة انتاج الملكات فيها ونجاح عملية تربية الملكات فيها بتبقى 100% طيب دي مميزات طريقة جنتر قدامك ما بتحتاجش كمان خبرة في نقل اليرقات لان قلتلك دي انت ما بتنقلش فيها يرقات بايدك بتستبعد عملية التطعيم خالص بتنتج عدد كبير من الكقوس الشمعية نسبة نجاح تربية الملكات فيها ممكن يصل لمية في المية يبقى طريق الجنتر دي هي احدث طريقة لتربية الملكات طيب ادي رسم تخطيتي لجهاز جنتر من الداخل بيتكون من حافظة او حوافظ بلاستيكية بيتكون من كقوس بلاستيكية بيتكون من حاجز ملكي بيتكون من عيون بلاستيكية سوداسية بيدخل فيها الحافظة البلاستيكية وهقولك بالزبط ازاي بتعمل ده كله بيتكون من صندوق بلاستيكي واقفاص لتفريخ الملكات ومكعبات خشبية وهقولك كل حاجة من دي انت بتستعملها في ايه طيب ادي ده وحدة جنتر لتربية الملكات الجهاز الصغير اللي قدامك ده بيتثبت في منتصف برواز بعد ما بيتثبت في منتصف البرواز انت بتجهز الحوافظ البلاستيكية تجهز الحوافظ البلاستيكية ازاي خليك معايا كده واحدة واحدة لان الجهاز ده مهم جدا في تربية الملكات وبيستعملوه لنا حالين دلوقتي عشان خطر ينتجوا عدد كبير جدا من اه الملكات بيتجيب فرخ شمعة اساس وبيتم دهنه من جهة بالعسل ومن الجهة التانية مش مدهون بالعسل بتجيب الحفظة البلاستيكية من الجهة اللي هي مش مدهونة بالعسل الحفظة البلاستيكية ديت مفتوحة من الجهتين جهة بتكون ضيقة وجهة واسعة شوية الجهة الضيقة بيجي بضغط بوسط قلم بلاستيكي بضغط على الشمع اه من الناحية اللي هي مش مدهونة بالعسل لحد ما بتطيع زي ايه عند العين بالزبط بتاعة العين السوداسية ما احنا قلنا فرق شمع الاساس اه عبارة عن ايه عبارة عن فرق شمع نحل ناقي مطبوعة ليه من الجهتين قواعد حوائط العين السوداسية عند في منتصف العين السوداسية بتكون القعدة اللي انا بضغط بيها بتاعة اه الحافظة البلاستيكية طيب بضغط عليها بتتفصل حتة شمع من شمع الاساس ده وبتكون لي نفس القعدة بتاعة بيت الملكات قاعدة بتثبت القرص كده زي ما قدامك في الصورة بتثبته في برواز من المنتصف بتدخل بعد كده الحافظة اللي هي انت عملتها دي بتدخلها في العين السوداسية البلاستيكية اللي في القفص بتاع جنتر طيب بعد كده ايه بعد كده بتغطي القفص بالحاجز الملكي وبتدخل في مكان لدخول الملكة داخل هذا القفص الملكة دي من صفاتها ان هي بتكون ملكة قوية في خلال يوم واحد بتكون ملتلك العين السوداسية كلها اللي انت جهستها ملتها لك بيد يبقى كل عين حطت فيها بيد ده في خلال اقل من يوم بتكون ملتلك لان ملكة قوية قلتلك ملكة قوية يبقى عندها قدرة ان هي تنتج بيد كتير طيب انت عملت من الجهة اللي هي مش مدهونة بالعسل ليه؟ الحافظة لان الجهة اللي مدهونة بالعسل بقت هي المقابلة ليه العين لمكان العين السوداسية البلاستيكية اللي موجودة في جهاز جنتر يبقى البيضة اول ما هتنزل هتلزق على هتلتصق بجدار في مؤخرة البيت الملكي او العين السوداسية اللي هي شكل البيت الملكي يعتبر او ما بقاش بيت ملكي دلوقت لسه طيب بيتاخد بعد كده هذه الحوافظ دمك هي بيتم نزل الحوافظ المحتوية على البيض وبركبها في الكأس وبيتم تركبهم في الكعدة وبيثبتوا على البرواز بيوضع البرواز في خلية قوية وشرط شرط ان هذه الخلية تكون يتيمة تكون يتيمة يبقى انت شايف ان خلية قوية عندك او طائفة قوية عندك يبقى انت بتحوش الملكة بتاعتها وبتنزل البرواز ده في الخلية اللي انت جهستها اللي هي اسمها الخلية البادئة طيب ادي قدامك اهو ده البرواز اللي بيتم وضعه في الخلية البادئة ويراع ان تكون العيون السداسية اللي هي معمولة على السدابة الخشبية اللي هي قواعد البيوت الملكية بتكون متجهة الى اسفل بتبص تلاقي بعد كده الشغلات بتقبل هذه البيوت طب بتقبلها ليه بتقبلها لان انا قلتلك ان الخلية دي الملكة دي كانت قوية طب الملكة كانت قوية وانا يتمت الخلية دي الخلية عاوزة او النحل اللي في الخلية عاوز يعمل ملكة تاني بيعمل ملكة تاني ويلاقي قواعد البيوت الملكات نزلت له يبقى على طول بيبنيها وبيكمل وبيعتني باليراقات اللي هي داخل هذه البيوت وبيعملها بيوت ملكات طيب دي شكل البيوت لما بخرجها من الطائفة البادئة وبعد كده بتوضع اقفاص التفريخ بتحط البيت الملك ده بتدخل فيه اقراس تفريخ اقفاص التفريخ اللي انا قلتلك عليها من مكونات جنتر بتتحط بعد كده في حضان في المعمل بتبقى على درجة اربعة وثلاثين درجة مقوية ورطوبة بتاعتها بتبقى تمانين في المية طب اربعة وثلاثين درجة مقوية ليه خلي بالك انت لو تذكرت معايا قبل كده لما قلتلك اني الحضن المقفولة درجة حرارتها من اتنين وتلاتين لاربعة وتلاتين درجة مقوية يبقى انا لما اجي احط الحضن المقفولة في درجة حرارة اللي هي من اتنين وتلاتين لاربعة وثلاثين درجة مقوية عشان خاطر بتساعد على الفاكس وبتساعد على النضوط بتاع العزرة من جوة البيت الملكي اللي هو المقفول طيب او بتتحط طائفة بتتحط الاكفاص التفريغ ده في طائفة حضنة في برواز بيكون حامل اقراس التفريغ ده كله الغرب منه اني العزرة تطلع من البيت الملكي طيب طرق ادخال الملكات انت طلعت بقى الملكات اللي عندك طيب طرق ادخال الملكات ايه بقى اما فيه ادخال مباشر او ادخال غير مباشر يعني ايه ادخال مباشر يعني ايه ادخال غير مباشر ادخال مباشر يعني انت بتدخل بيت الملكي اللي بيبقى على وشق خروج العزرة لخلية طيب يبقى ده ادخال مباشر على طول بتدخل الملكة العزراء لما بتطلق على نوية بتكون بدون ملكة بتدخل ملكة مباشرة على لوحة الطيران وسط الشغلات حديثة السن طبعا بيشترط ان هذه الخلية او هذه الطائفة اللي انت هتدخل فيها الملكة ما فيهاش ملكة طيب او بتدخل الملكة مع طرد نحل او بتدخل الملكة بواسطة التدخين الشديد بتدخل تدخين شديد على الطائفة وبتدخل العزراء او بتدخل الملكة اللي عندك عشان يقبلها النحل طيب التدخين الشديد ليه التدخين الشديد عشان عشان التدخين ده بيطلع الرائحة اللي هي موجودة داخل الطائفة وبيخليها من غير رائحة خالص لان كان فيها رائحة الملكة القديمة طيب انت دخلت بعد كده عزراء او دخلت ملكة قديمة جديدة لما دخلت ملكة جديدة الرائحة اختلفت طيب الرائحة اختلفت ايه اللي هيحصل الرائحة اختلفت يبقى هم مش هيقبلوا الملكة دي مش هيقبلوا الملكة دي هيعملوا عليها حاجة اسمها ظاهرة التقور ظاهرة التقور يتقوروا حول هذه الملكة الجديدة او حول هذا ما هو بقى مش عارفين انها ملكة مش هي دي الملكة بتاعتهم ده كائن حي دخل لهم في الطائفة بيتقور حواليها النحل بيبقى عامل زي الكورة كده وهقولك ازاي اذا اخطأت انت ودخلت ملكة وتقور عليها النحل ازاي تحوش التقور ده بتحوش التقور ده ان انت بترش محلول سكري على هذه التقور لحد ما بتطلع لك بتشوف الملكة بتاخدها وبتغير طريقة ادخال الملكة دي او بتدهم بطن الملكة بالعسل لما بتدخل الملكة وهي مدهونة بطنها بالعسل بيفضلوا ان هم يلعقوا العسل من على بطنها وبيشموا راحتها وبعد كده بيتجنسوا معاها وخلاص بيتولفوا عليها يبقى كده دي طريقة مباشرة لادخال الملكات ان انت بتدخل الملكة مباشرة داخل الطائفة طيب فيه طرق تاني طريقة ادخال غير مباشر يعني ايه ادخال غير مباشر يعني ان انا بستعمل قفص اسمه قفص بنتن وده قلتلك عليه قبل كده ساعة لما شرحت لك ازاي بيتم تسفير الملكات بيتصفر الملكات بتصفرها من مكان لمكان في قفص بنتن بيتم ادخال الملكة بالطريقة الغير مباشرة بوسطة قفص بنتن او باستعمال قفص نصف كرة او بيبقى قفص نصف الكورس او الكورس الكامل يبقى انا كده قلتلك ان انت بتدخل الملكة بطرقتين طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة طيب عشان بقى الشغلات تقبل الملكات اللي هي دخلة عليها لازم في عوامل بتؤثر على قبول الشغلات للملكات اول حاجة موعد الادخال انت ام تدخل الملكة للطائفة دي طبعا عشان تدخل الملكة للطائفة لازم يتوفر حاجات ايه هي الحاجة اللي بتوفر فيها دي ان لازم يكون في وقت في مصادر رحيخ خارج الخلية النحل بيحس ان هو محتاج ملكة وهو ما عندوش ملكة لما انت شيء طبيعا هتدخل ملكة يبقى الطائفة اللي انت هتدخل فيها الملكة دي ما فيهاش ملكة لازم يتوفر اني حول المنحل بتاعك فيه رحيك اظهار يبقى انت بتدخلها في وقت موجود رحيك اظهار خارج المنحل بتاعك طيب العوامل المؤثرة على جبور الشغلات للملكات برضو قوة الطائفة لو كانت الطائفة قوية او ضعيفة طيب الطائفة قوية يبقى محتاج ملكة يبقى ممكن تتقبل الملكة اللي هي انت بدخلها لهم ليه لان هي الطائفة عاوزة انتاج عاوزة انتاج بيد طب هي عاوزة انتاج ليه عاوزة انتاج لان هي شايفة برة فيه موسم ربيع فيه موسم اه فيد اه فيه موسم تفتح اظهار شايفة ان فيه شغل برة اه عمر الشغالة داخل الخلية زي ما قلتلك زي ما قلتلك النحل كله مرتبط ببعض عمر الشغالة داخل الخلية بتعمل داخل الخلية واحد وعشرين يوم او عشرين يوم والواحد وعشرين اليوم الواحد وعشرين هي بتطلع برة بتعمل خارج الخلية فمعنى ان ما فيش حضنة داخل الخلية يبقى ده هيضر الطائفة نفسها لازم حضنة عشان جيل جديد بيسلم جيل قديم بيسلم جيل جديد يبقى الشغلات اللي هي موجودة دي هتطلع هتشتغل هتجيب رحيك الازهار وهتجيب حبوب اللقاح والبروبليس والحاجات دي كلها هتجيبها من برة طيب ما ينفعش ان هي تقعد تشتغل داخل الخلية بعد مرور واحد وعشرين يوم طيب يبقى معنى كده اني عاوزة قبل ما هي تطلع عاوزة تأمن العمل داخل الخلية يبقى النحل ده مش دايه الانسان ابدا النحل ده بيراعي ان هو لازم الطائفة بتاعته تشتغل عشان كده ما قلتلك ان الملكة لما هيجي تعمل تطريد لما تيجي اتطرد ودرس التطريد ده هتدرسه ان شاء الله في الحلقات القادمة اول ما تيجي الملكة اتطرد بتأمن الطائفة بتاعتها ببيوت ملكات وبتأمن الطائفة بتاعتها بانها تسيب تترك داخل الطائفة او داخل الخلية تلتة القوة وبتاخد تلتين القوة وبيحدث تطريد طيب النحل اللي هو موجود ده لو موجود نحل كتير ونحل نشيط يبقى ده بيساعد بيساعدك على عملية ادخال الملكة الظروف الجوية لازم تكون ملأمة عمر الاقراص بالخلية الملكة بتحب ان هي تضع البت بتاعها في الاقراص الجديدة عن الاقراص القديمة يبقى لازم يكون في الطائفة بتاعتك او اللي انت هتدخل فيها ملكة اقراص شمع جديدة طيب العوامل بقى اللي بيساعد على بتساعد على نجاح ادخال الملكات منها برضو العوامل اللي احنا قلناها قبل كده بيكون النحل يتيب زي ما قلتلك قبل كده عشان يتقبل الملكة عدم وجود بيوت ملكات بالطائفة او امهات كاذبة يبقى مفيش موجود مش موجود في الطائفة دي بيوت ملكات ومش موجود امهات كاذبة واحنا عرفنا اني طب لو موجود بيوت ملكات هيحصل ايه لو موجود بيوت ملكات يبقى الخلية كده تعتبر ما زبطتش معاك الملكة الجديدة اول ما هتدخل ممكن نحل ما هيقبلهاش وممكن هي تفتح بيوت الملكات اللي هي موجودة طيب عدم وجود امهات كاذبة عدم وجود امهات كاذبة واحنا عرفنا الامهات الكاذبة هي ايه هي شغلات وضعة للبيت شغلات عند فقد الملكة المدة كبيرة الشغلات دي بتتنمى غريزتها في وضع البيت وتضع بيت طب ما تخليها تضع بيت قلتلك قبل كده انها لو وضعت بيض هتضع بيض غير ملقح هيطلع منه ذكور هيطلع منه ايه ذكور وانا بشتغل دلوقتي على الشغلات الشغلات بتطلع من بيض غير ملقح يبقى انا من العوامل اللي بتساعد على نجاح ادخال الملكات ان يكون الخلية اللي انت هتدخل فيها الملكة دي بتكون مفاهاش امهات كاذبة طيب بيفضل برضو من العوامل اللي بتساعد نجاح ادخال الملكات برضو بيفضل ان انت بتدخلها في موسم الفيد زي ما قلتلك برضو يبقى الاتنين مرتبطين ببعض في الطائفة اليتيمة بتدخل الملكة بيوضع برواز ياركات حديثة لو في طائفة يتيمة والطائفة اليتيمة دي قعدت مدة كبيرة يتيمة اكتر من اربع خمس يتيمة تيجي تدخل الملكة فيها هتدخل الملكة ازاي بص بق عشان تدخل الملكة لازم تحسس الشغلات طبعا طالما ان في اربع خمس ايام او اسبوع والطائفة دي يتيمة مفهاش يتيمة يبقى مفهاش ملكة يتيمة يبقى مفهاش ياركات لان مفهاش ملكة والملكة هي اللي عملت طلعت عملت البيض وطلعت منها ياركات طب الشغلات صغيرة السن اللي موجودة جوه المفروض ان هي بتطلع غزة ملكات الغزة الملكات ده عشان تغذي بيه اليركات وتغذي بيه الملكة طيب ما فيش ولا ياركات ولا ملكة يبقى يبقى الشغلات اللي موجودة داخل الخلية ما طلعتش غزة ملكات ما طلعتش غزة ملكات فانت بتعمل ايه انت بتدخل برواز ياركات حديثة اذا دخلت الملكة اه في قفص نصف كرة او دخلتها في قفص بنتن ولا حاجة بتدخلها بتحط برواز ياركات بتكون مفتوحة اليركات دي الشغلات بتحس ان في ياركاتها يبقى بتنشط الغدد لانتاج غزة الملكات يبقى انت كده بتهيأ الخلية بتاعتك او بتهيأ الشغلات افراد الطائفة اللي عندك ان هي هيقبلوا الملكة اللي هي طلع لهم يبقى بدأت الغدد بتاعتها بتاعت الشغلات ان هي تنتج غزة ملكات يبقى انت لو الطائفة يتيمة المدة كبيرة انت بتعمل ايه بتدخل برواز ياركات حديثة قبل ما بتفرج عن الملكة عشان النحل يهدى لان الخلية اللي ما فيهاش ملكة بتلاقي النحل فيها غير هادي وانت بتحسها كمان لما تشتغل في النحل هتحسها كمان هتحس ايه هتحس ان اول ما بتفتح الطائفة بتلاقي ان الشغلات مش ركزة على الاقراص الشمعية وبتتحرك حركات عصبية يبقى تعرف على طول ما فيهاش ملكة طيب لو فيها ملكة لو فيها ملكة بتلاقي ان الخلية هدية جدا والشغلات موجودة على الاقراص الشمعية وما فيش اي مشاكل يبقى انت بتهدي النحل اللي هو اه كان في الطائفة اليتيمة دي اللي قعدت مدة كبيرة هقولها لك تاني لازم دي تعرفها بتهدي النحل بتاعك ازاي بتهدي ان انت بتنزله برواز ياركات حديثة طيب بيفضل عدم فتح الخلية بعد ما بتفرج عن الملكة لمدة سبعة ايام بيفضل انت ممكن تفرج عنها اه بعد ما تفرج عنها التلات اربعة ايام تتطمن عليها ولكن بتفضل ان انت تخليها لمدة سبعة ايام لحد ما بيستقر النحل وبيتعود على الملكة اللي معايا يبقى هي دي العوامل اللي بتساعد على ادخال الملكات في الطواقف طيب في حاجة بقى عندي مهمة جدا وهي تلقيح واختبار الملكات التلقيح بتاع الملكات ده اما انه هو يكون تلقيح طبيعي او تلقيح صناعي تلقيح صناعي يعني انت اللي بتعمله ولكن مش انت كنحل لسه مبتدئ ممكن تعمل تلقيح صناعي للملكات هنتكلم في الاول عالتلقيح الطبيعي التلقيح الطبيعي ده اعرف انه هو بيتم على ارتفاع من عشرين لخمسين قدم يعني ايه من عشرين لخمسين قدم يعني حوالي من اه سبع متر لحد خمستاشر متر طب ليه كده يا مستر طب ليه ما يكلهوش يتم التلقيح او ليه الملكات ما بتطرش على مسافة صغيرة مسلا اه ستة متر خمسة متر ما بيتمش التلقيح الملكات انت عارف طبعا احنا درسنا في الفصل الدراسي التاني ازاي بيتم تلقيح الملكات بيتم او العزارة بتاعت ملكات لان الملكة بتلقح مرة واحدة بس طول عمرها بتفرز الفرمون بتاع الملكة الفرمون الملكة ده بيهيي الزكور للتلقيح وبتخرج في الجو الصح والجو الكويس ما بتخرجش في جو برد ولا جو مطر ولا جو رياح شديدة بتخرج اول ما بتلاقي ان الجو كويس بتخرج بيخرج وراها الزكور بتوعي الطائفة الزكور اللي هم هيلوقحوا الملكة بيكون عمر الزكر من اتناشر لاربعتاشر يوم يبقى لو عدى اربعتاشر يوم على الزكر داخل الخلية فقد القدرة على التلقيح يبقى يقعد في الخلية مش مش هيقدر انه هو يطلع للتلقيح خلف الملكة طيب بتطلع الملكات عشان التلقيح بيخرج وراها الزكور الاقوياء اللي هم هيقدروا انه هم يطيروا وراها المسافة اللي هي العالية دي اللي الملكة بتطير فيها طب بتطير مسافة من عشرين لخمسين قدم ليه عشان تبعد عن الشغالات لان الشغالة ما بتقدرش تطير هذه المسافة العالية طب لو طارت هذه المسافة العالية هتعمل ايه هتبقى ممكن ان هي اه تموت الملكات اللي هي موجودة يبقى هي بتطير فوق مستوى طيران الشغالات وبيطير وراها الزكور هي في حاجة اسمعها ظاهرة الاختيار ظاهرة الاختيار دي الملكة بتختار اقوى الزكور اقوى الزكور طب اقوى الزكور تعرفهم ان هو الزكور اللي هيطير وراها مسافات عالية هم دول الاقوياء وبيدخل الاكسجين في القصبات الهوائية بتاعة الزكور هي دي بتساعد على اه ان الملكة بتسحب منه السائل المنوي كله الحيوانات المنوية كلها اللي موجودة فيه يبقى بيساعدها على كده ان بتمتلق القصب الهوائية بتاعة الزكور بالهواء طيب يبقى دي معلومة انا قلتها لك او المفروض موجودة عندك في الصف التاني بس لازم تعرفها لما ايجي اقول لك على التلقيح الطبيعي بيحدث عارة الفيح كام بيحدث عارة الفيح من عشرين لخمسين قدم من سطح الارض طيب فيه بقى بعد كده التلقيح الصناعي اللي هو التلقيح الالي التلقيح الصناعي او التلقيح الالي ده بيتم حقن السائل المنوي اللي هو بيجمع من الزكور المختارة في مهبل الملكات بعد ما بتخضر الملكات بساني اكسيد الكربون بعد ما بتخضر الملكات بساني اكسيد الكربون طيب هتيجي بعد كده التلقيح الصناعي الملكات فيها اخلي بالك بتبقى اقل كفاءة من الملكة الملقاحة طبيعيا بمعدل من 15 ل 20% يبقى انا عندي التلقيح الطبيعي احسن من التلقيح الصناعي فيه في الكفاءة طيب التلقيح الصناعي ده باستخدمه ليه باستخدمه لما اجي اعمل لما اجي اعمل ملكات نقية ملكات نقية يبقى انا عارف السائل المنوي اللي انا هحقن فيه هحقن الملكة بيه عارف ان هو جاي من سلالة ايه لان سلالات النحل كتيرة فعشان اطلع سلالة نقية وهعرفك بعد كده الملكات اللي هي مختبرة والملكات الغير مختبرة والملكات النقية والملكات الهجينة اما في التلقيح الطبيعي بالنسبة للملكات لا يتم انتقاء السلالة اللي هي اتلقح الملكة يعني يبقى ممكن ملكة من السلالة المصري يتم تلقيحها بوسطة ملكة من السلالة الايطالي يبقى كده ده سميته هجين انا لو عاوز اطلع سلالات ملكات نقية يبقى باستخدم التلقيح الصناعي طيب بيتم بعد كده اه التلقيح الصناعي ده عاوز خبرة كبيرة جدا في حقن الملكات ان انت تحقن الملكة بالسائل المنوي بتاع الزكور الزكور النح ده عاوز خبرة جامدة جدا عاوز خبرة كبيرة ده ممكن انت تتجرب حوالي خمسين ملكة لحد ما تقدر تنجح في اه اجراء التلقيح ده والتلقيح ده خلي بالك اه في البلاد الاوروبية بيتم بصورة كبيرة جدا 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 وبيطلع لك سلالات نقية هنا اه صعبة جد صعبة شوية موضوع التلقيح الصناعي لعدم وجود الخبرة الكافية في اه حقن الملكات اه عدم وجود مناطق معزولة كتير انت لما بتيجي بيتم تلقيح خلي بالك برضو في التلقيح الطبيعي انسي تقولك حاجة ان هو بيتم التلقيح في مناطق معزولة عشان انت عارف ان الملكة ايه اللي لقحها من السلالات اللي هي اه تم تلقيحها بالزبط ايه طيب الملكات بقى المتدولة بين النحالين في ملكات مختبرة هي قدامك على الشاشة في ملكات غير مختبرة في ملكات نقية في ملكات هاجين الملكات المختبرة دي بتختلف او صفاتها بتكون ايه صفاتها بتكون ان ما بتتبعش ملكات مختبرة يبقى انت كان حال ورايح تشتري ملكة بتقول له الملكة دي مختبرة يبقى انت عارف يعني ايه مختبرة يعني انت بتتأكد من الصفات اللي بتحملها الشغلات النتجة منها يبقى الراجل ده اللي عنده تربية ملكات اللي عنده محطة محطة لبيع الملكات طلع الملكة وتم تلقيحها وطلعت الافراد من اللي نتجة من هذه الملكة عرفت انت الخواص بتاعتها ايه يبقى دي اسمها ملكات مختبرة لا يتم باعها الا بعد التأكد من الصفات اللي بتحملها الشغلات النتجة منها في ملكة غير مختبرة ودي اللي تباع بعد التأكد من تلقيحها وخلاص لان الملكة في الاول خالص قلت لك بتكون عزراء العزراء دي تم تلقيحها يبقى دي اسمها ملكات غير مختبرة بتشتريها انت من محطة تربية الملكات وبيقولك دي ملكة غير مختبرة يبقى لسه انا ما شفتش انتاجها عامل ايه ما شفتش الشغلات اللي طلع منها صفاتهم ايه او السلالة بتاعتهم عاملة ازاي يبقى انا مش عارف ايه بالزبط اللي تم مين لقح هذه الملكات بالزبط خلي بالك عشان معلومة لازم تعرفها ودي قلت لك قبل كده الملكة غير دارج بقى احنا دارج عندنا كده بالعامية ان الملكة بيتم تلقيحها بوسط الزكر واحد بس لا غلط الملكة بيتم تلقيحها من اتناشر لخمستاشر زكر او من عشرة لخمستاشر زكر الملكة دي معلومة بقى إثرائية لكنت اه اثناء ساعة التلقيح بتاخد جواها حوالي تمانية مليون حيوان منوي يبقى الملكة دي اللي انت شايفها بتاخد جواها ساعة التلقيح تمانية مليون حيوان منوي طيب في ملكة بعد كده اللي هي الملكات المتدولة بين النحلين ملكة نقية ودي اللي بتلقح من ذكور نفس سللتها من ذكور نفس سللتها طب انت بتعرف ازاي مستر دلوقتي طالما بتقولي التلقيح الصناعي هنا قليل في مصر بعرف ان انا بروح المناطق فيه مناطق معزولة بيبقى كل النحل سلالة واحدة يبقى الملكة اللي هتطلع ويتم تلقحها يبقى معروف دي من السلالة الكزا يبقى مثلا النحل اللي عندي ده كرنيولي كله كرنيولي وطلع ملكة يبقى طلع ملكة كرنيولي وطلع زكور تلقحها يبقى زكور كرنيولي يبقى شيء طبيعي هقولك دي ملكة نقية ملكة نقية هي الملقحة من زكور نفس سللتها طيب في ملكة بقى هاجين اللي هي بيتم تلقحها من ذكور سلالات مختلفة عن سلالاتها هي أساسا يبقى دي الملكات المتدولة بين النحلين طيب هتكلم بعد كده على حاجة مهمة جدا وهي تعليم أو ترقيم الملكات يعني ايه تعليم أو ترقيم الملكات تعليم الملكات يعني كل ملكة وانت رايح تشتريها بيبقى عليها لون على ظهرها الرجل بتاع محطة تربية الملكات حاطت لون على ظهرها اللون ده بتعرف منه السنة اللي هي انتجت فيها هذه الملكة طيب ازاي؟ الألوان دي طيب لو جات لي ملكات من بره مستوردة اعرفها؟ اه طبعا نفس الألوان لان الألوان دي متعارف عليها دوليا متعارف عليها دوليا طيب اعرف ازاي؟ بصي الملكات عندما بتيت تترقم في خمس ألوان عندي ترقيم أو تعليم يبقى بحط على ظهرها أو بيتحط على ظهر هذه الملكة لون اللون ده ممكن ان هو يطلع بعد كده بعد ما الملكة تقدم عندك وممكن ما يطلعش ممكن هي الملكة عندك موجودة باللون بتاعها انت رحت تشتري ملكة من محطة ملكات جيبت على محطة الملكات قالك اتفضل الملكة هي قلت له الملكة دي جديدة ولا قديمة؟ قالك لا دا الملكة دي جديدة انتاج السنادي يعني؟ يقولك اه انتاج السنادي خلي بالك لازم يبقى عندك الخبرة عشان تقوله اه اذا كانت دي انت كلامك مظبوط ولا كلامك مش مظبوط في خمس الوان خليك بركز معايا عشان تعرفهم في لون ابيض اصفر احمر اخضر ازرق يبقى دول خمس الوان نقولهم تاني ابيض اصفر احمر اخضر ازرق اللي بيحب كرة القدم يشوفهم بقى ينظمهم هو حسب ما هو عارف بتشيرتات بتاعة النوادي اللي بيحبها وبيشجعها يبقى نقولهم تاني ابيض وانت تقول بقى انت النادي اللي انت عاوزه ابيض اصفر احمر اخضر ازرق طب اعرفهم ازاي لكل لون من هذه الالوان سنين بعرفها بيها انا بتعامل في السنة او في العام على الاحد يعني مثلا 2011 يبقى الاحد بتاعها كام يبقى الاحد بتاعها واحد آه 2023 الاحد بتاعها كام الاحد بتاعها تلاتة 1998 الاحد بتاعها كام بتاع السنة دي الاحد بتاعها تمانية طيب هنبدأ باول لون وهو اللون الابيض اللون الابيض واحد احد واحد واحد ستة مش احد واحد لأحد ستة لا احد واحد واحد ستة يبقى معنى كده 2011 يبقى اللي هتحط على ظهر الملكة لونه ايه برافو عليك لونه ابيض 2016 يبقى 2011 2021 2021 2021 2021 1941 1981 1981 يبقى الاحدة كل واحد يبقى هتحط لون ايه هتحط لون على الملكة لون ابيض نقطة كده نقطة دهان ابيض بسيطة كده بتحط على ظهرها يبقى واحد وستة ستة يبقى 2006 2016 2016 2026 2036 يبقى الاحد بتاعها ستة يبقى يتحط عليها برضو لون ابيض يبقى بيجي لك في الامتحان يقول لك اه تم شراء ملكة سنة 1991 ما اللون اللي يكون موجود على ظهرها هتقول له على طول ابيض يبقى الاحد بتاعها واحد يبقى اول لون هو الابيض واحد وستة تاني لون اللي هو الاصفر انت بقى تشوف الاصفر ده اه تحفظه زي ما انت عاوز اللي هي التسلسل بتاع الالوان دي الاصفر هيبقى اتنين وسبعة وراها على طول واحد وستة اللي هو الابيض اتنين سبعة اللي هو الاصفر يبقى الملكة المنتجة في السنة اللي الاحد بتاعها اتنين هيبقى يتحط عليها لون اصفر الملكة المنتجة في السنة الاحد بتاعها سبعة هيتحط عليها لون برضو اصفر يبقى الف تسعمية اتنين وتلاتين يبقى ما تحط عليها اصفر اه الفين واثنين الاحد اتنين يبقى يتحط اصفر الفين واثناشر يتحط اصفر الفين اتنين وعشرين اللي هي السنة دي يبقى كل الملكات المنتجة السنة دي بيكون عليها العلامة الصفرة العلامة الصفرة ليه؟ لان الاحد بتاعها اتنين الفين اتنين وعشرين السنة الجاية هيبقى الفين تلاتة وعشرين لو ادي لك الراجل اللي بيبيع لك ملكات ملكة محطوط عليها السنة دي هو انت روحت اشتريت ملكة محطوط عليها علامة بيضة وقال لك دي انتاج السنة دي قل له لا ما ينفعش ده الفين ده احنا دي احنا في الفين اتنين وعشرين يبقى اصفر دي محطوط عليها علامة بيضة يبقى دي انتاج السنة اللي فاتت الفين واحد وعشرين يبقى عرفت الترقيم ليه؟ الترقيم عشان تعرف الملكات منتجة امتى طيب يبقى كده الاصفر اتنين وسبعة الاحمر الاحمر تلاتة وتمانية يبقى الفين تلاتة وعشرين نقولها من الاول الفين وتلاتة عشر الفين تلاتة وعشرين الفين تلاتة وتلاتين الفين تلاتة واربعين يبقى الاحد بتاعها تلاتة يبقى ده احمر تلاتة وتمانية يبقى الفين وتمنتاشر يبقى ايه؟ يبقى معنى كده ان ده تاخد لون احمر طيب يبقى انت لما تروح صفحة منحل بتاع واحد صاحبك بتفتح الخلية تلاقي الملكة يقولك الخلية دي مش منتجة بيت خالص الخلية دي الملكة بتاعتها ما عرفش الملكة جديدة ولكن نشاطها قليل جدا تفتح تلاقي فيه نقطة حمراء موجودة على الخلية على الملكة تقول له لا خلي بالك الخلية دي قديمة لازم تتغير الملكة دي قديمة لازم تتغير انت عرفتها ازاي قديمة اه دي الملكة اللي عندك هي محطوط عليها نقطة حمراء يبقى معنى كده اني اكيد جايبها في 2018 لان اللون الاحمر بيتحط على الاحد ثلاثة والاحد ثمانية من فايدة الترقيم كمان ان انت اول ما تفتح الخلية عاوز تدور على الملكة بتاعتك بتشد عينك على طول ايه؟ بيشد عينك اللون اللي هو اللي محطوط على الملكة يبقى دي كله فايدة من فوايد الترقيم طيب بعد كده الاحمر قلنا ثلاثة ثمانية بعد الاحمر ايه؟ بعد الاحمر فيه اخدر الاخدر اربعة وتسعة اربعة وتسعة يعني ايه؟ يعني نقولها برضو تاني انا عاوز احفظهم لك ده لازم سؤال بيجي لك في الامتحان ده لو هتدور على الامتحان ولازم دي هتستعملها في المنحل لو انت بتدور على شغلك في النحل لازم تعرف لان انت لازم الملكات دي يعني مش بتعملها مرة واحدة بس في عمر المنحل بتاعت دي الملكات دي على طول انت بتشتريها وعلى طول انت بتتعامل بيها طيب الاخدر بتبقى اربعة الاحدة سنة اربعة وسنة تسعة يعني الفين وربعتاشر يبقى ده اخدر الفين وتسعتاشر يبقى اخدر اخر لون وهو الازرق اللي هو السنة الاحد بتاعته خمسة وصفر خمسة وصفر يعني ايه؟ يعني الفين وخمستاشر الفين خمسة وعشرين يبقى الاحد بتاعها خمسة طيب والصفر الفين وعشرين يبقى ده الصفر الأحد بتاعه صفر يبقى ده بيتحط على الملكة لون أزرق وأتمنى أن أنتوا تكونوا استفدتوا من تربية الملكات تربية الملكات دي مش هتفيدك بس في أن أسئلة بتجيلك في الامتحان هتفيدك في حياتك العملية لأن أنت لازم بتربي ملكات ولازم تكون عايرف تربية الملكات إيه وإحنا تعرفنا على كل أنواع تربية الملكات والشغالات إمتى برضو بتربي ملكات وعرفنا أهم حاجة ترقيم الملكات وإدخال الملكات والعوامل المؤثرة على قبول الشغالات للملكات وأتمنى أن أنتوا تكونوا استفدتوا من الحلقة بتاعتنا دي وترجعوا لها على طول وإن بتتسقبل منكم أي أسئلة على تربية الملكات وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته